زملائينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلسلتنا مستمرة لقاءنا القادم تتم لبلاطات البوست تيشن إسلاب تأثير الزلازل حيث بالزلازل ممكن أن ينقلب العزم الموجب إلى عزم سالب ولهذا تأثير على الكنيكشن بين العمود والبيم والحديد ماذا علينا أن نفعل من خلال هذا الموضوع تأثير الحرارة أيضاً وتقييد البوست تيشن إسلاب وتأثيرات ذلك على عمل البوست تيشن إسلاب والتشققات وأيضاً التعديلات في البوست تيشن إسلاب سيكمل معنا المهندس أنث الأخرس محاضرته السابقة بسبب ضيق الوقت ونهيب بكل زملائنا الكرام من لديه أي سؤال أو استفسار في البوست تيشن أن يجاهده لهذا اللقاء لأنه باللقاء السابق وقاما قلنا بسبب ضيق الوقت فهناك الكثير من الأسئلة لم نأخذها لذلك لقاءنا القادم السبت إن شاء الله كالمعتاد الساعة السامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية اللقاء الخامس عشر مع المهندس أنث الأخرس نلقاكم على خير بإذن الله شكرا للمشاهدة 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 اشتركوا في القناة